يا وجيه يا وجيه جارتي فتحية قالت لي انك عم تكتب على فيديوهاتك وصارت شوفهم وهي كاتمة صوت الفيديو وتعرف انت عن شو عم تتكلم ممكن تقلي كيف بتعملها تعالي فرجيكي هذا البرنامج حلو كتير بس نشكله انه مدفوع خلينا نشوفه مع بعض تطبيق اللي عم استخدمه اسمه بلينك بتلاقيه على البلاي ستور بس لا تنزلي عندك بتفتحي التطبيق بتسجلي عن طريق حساب تبع جوجل تكبسي على اشارة الزائد من شان نضيفي الفيديو اللي سجلتيه ومن هون بتلعلك خيارات بدك ترجمة تكون تقائية او بدك مثلا يكون فيه مثلا ملقن انه تكتبين نص ويطلع وانتي تحكيه من على الفيديو من شان تقريه او حتى فيه عندك خيار انه يترجم الفيديوهات من لغات للغات تانية تختاروا الفيديو اللي بدكن ياه انا هلأ صورت هذا الفيديو من شان نفذ عليه متل مشايفين طلع هذا الفيديو تختاروا اللغة اللي عم تتحدثوا فيها انا عم بحكي هلأ باللغة العربية مندور هون عن اللغة العربية متل مشايفين راح اختار العربية سوريا وهلأ منكبس على done او fairtik او حسب اللغة اللي عنكن ياها بعدين منكبس على انه اضافة اللغة العربية هلأ متل مشايفين ببلش هلأ ياخد او يترجم الفيديو ويتضيف في الجميع تحت هلأ خلص هو تحميل الفيديو على البرنامج وبس يخلص متل مشايفين هلأ ببلش هون ترجمة الكلمات واسمعوا هلأ كيف راح يكون وكيف مكتوبة الكلمات مرحبا هلأ انا عم صور الفيديو يلي عم معلمكم فيه برنامج الكتابة على الفيديو تبوا معي الخطوات متل ما شفتوا هدو هنالكتابات اللي كتبون هلأ احتمال تكون في كلمات مثلا من غلط فيها نعدل الكلمة كل كلمة بكلمتها من هون متل مشايفين او فينا نكبس مثلا نكبس على التكست باربايتن او تعديل التكست او تعديل النص باللغة العربية نكبس على الكلمة مثلا نكبس هون ونسمع هلأ هون شو كنت عم بحكي مرحبا هلأ انا عم صور الفيديو يلي عم معلمكم فيه برنامج الكتابة على الفيديو هلأ ارجعنا ازا ارجعنا هلأ بالرجوع لورا فيه عندنا هون خيارات تانية فيه عندنا هلا مسلا نختار بالسير تبعا الكتابة في عندنا هون متل مشايفين هدول الكتابات فيها نختار الكتابة هون او فيها نختار هاد الشكل او هذا الشكل وفيها نختار الالوان حتى كمان وفيكو تنزلوا خطوط انتو كمان خلينا بي remain on is on. مسلا على هافض الخيار كمان بتغير عندنا شوف ش дерев�인데 ميتغير لون الكلمات طبعا متل ما خبرتكم هاد البرنامج مدفوع معلومجاني اشتراكه تقريبا بالسنة 50 يورو او بالشهر 8 يورو طبعا انا اشتريت هذا التطبيق منشان حسن شوي بجودة الفيديوهات ومن شاء الاشخاص اللي ما بيحبوا يسمعوا نبرة صوتي او صوتي بشكل عام يقدروا يقروا الكتابة المكتوبة على الفيديو ويعرفوا شو المحتوى الموجود او شو اللي عم محكي انا خلال الفيديو كان معكم واجيه الخيمي ويالله سلام